هاي كيف كون؟ بتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة أعطفية لبرج العقرب هذي القراءة رح أحاول فيها أحبراً يعني أحاول فيها أحكي عن مشاعر الحبيب نويه ورح حاول أشوف مستقبل العلاقة بينكم كذلك رح شوف للعزيب هل في شخص ضديد بحياتهم أولا هذي القراءة لبرج الشمسي قماري طالع عقرب وكذلك القراءة فيها تكون عكسية عم شوفي برش العقرب بهذه القراءة على أنه أنت في خسارة خسارة شخص خسارة مادية خسارة من نوع خاص كذلك عم شوف على أنه كأنه أنت والحبيب كنتوا على وقام كنتوا متصالحين وكان بينكم علاقة كتير طيبة بس خسرتوا هذه العلاقة من أجل أنه أنتوا كنتوا شوي من النوع اللي بتتجاكروا من النوع اللي كل مرة مشكلة كل مرة فيه أشياء تخلي هذه العلاقة تنتهي حاليا عم شوفكم متعدين عم شوفكم تتذكر خاصة أنت يا برج العقرب عم تذكر هذا الحبيب بخسارة جميلة عم شوفك تعبين كذلك ممكن بالليل ما عم يجيك نوم كل مرة عم تفكر بهذا الشخص بشكل مطول عم شوف كذلك طاقة الحبيب حاليا هذا الشخص حاسس حاله أو يظهر بطاقة المستأنس بالعيلة عايش مع عيلته بشكل يعني فرحان عايش مرتاح كذلك هم شوف على أنه في سعادة يعيش سعادة بحياته كأنه هو ممكن جاته فكرة أو جاته بصيرة تعرف على أشياء جديدة بالحياة خلته سعيد أو صار ممكن أنتم مبتعدين ممكن سر سعادته يا برج العقرب لأنه ما صار يحكي معك ممكن العلاقة وصلت لمرحلة صار فيه تجريح أكثر لهيك صار كل ما يبتعد عنه كل ما يرتاح كذلك أنت ممكن كذلك ممكن يا برج العقرب فيك خصلة أنت بتحبه جدي ممكن هذه الخصلة اللي فيك يا برج العقرب بتخلي الإنسان بحس حاله دائما كأنه مسجون أو كأنه فوق طاقته بحسوا على أنه هذا الشخص لما عملك بلوك أو لما خلص سكر الكلام بينك وبينه عمشوفه بيعيش سعادة وراحة نفسية ممكن كذلك يكون من برج هذا الإنسان يكون من برج جد له هذا الشخص عم يبني حياته من جديد كأنه يعني بيرمم حياته عمشوف مشاعرك تجاه هذا الإنسان عمشوفك متقلب جدا بدتك صلحي بدتك إنصاف بدتك كذلك رجعة بدتك أنه ترجع الكلم بينيك بيناتكن وممكن بدتك تصلح الأمور إذا أنت جرحت لهذا الشخص وممكن ردة فعلك يا برج العقرب كانت شوي قوية أو كانت قاسية تجاه هذا الشخص وبدتك تصلح الأمور تعيد تصليحها كذلك عمشوفك تنوي تعيد أو ترمم صفو هذه العلاقة تعيدها سعيدة من جديد عمشوف مشاعره هو تجاهك فيه تقريبا ضبابية هذا الإنسان بحبك بس هو مكسور القلب هذا الإنسان بيعشقك لأنه بيطلالي ورقة بس أنا عمشوف هذا الإنسان مكسور القلب خاصة من طرفك أنت يا برج العقرب عمشوف فيه نظرة ضبابية معارف يشوف الصورة الحقيقية ممكن لما بيبتعد عنك بيحس بهدوء وسلام داخلي ممكن أنت يعني فيك نوع من الشك ولكن يلي بنسبة كبيرة وعندك مشاكل أخرى بس هو بيرتاح لما بيبتعد عنك بيحس بسلام بس هذا الإنسان معارف أي طريقية تخط يبتعد عنك يروح لطرف آخر لأنه بيطلع ورقة العصوان يعني اثنين عصي مش عارف أي طريق يتخذ هل هيأخذ يعني هل يرجع لهذه العلاقة لأنه هو بيحبك لأنك بس هو ممكن لما بيكون معك بتكون الأمور شوي مش جيدة الأشيء اللي عم شوفك يا برج العقرب ما بتحبه فيه ممكن هو سريع الزعل ويبتعد بسرعة ممكن كلمة كلمتين بيتخذ قرار على أنه يبتعد ويروح خلص وبيعصيب وبيستفزك أنت يا برج العقرب ممكن لما بتستفز بتصير تحكي كلام جارح بسرعة بتخسروا لهذا الشخص يعني شخص سريع الغضب وسريع اتخاذ القرارات عم شوف كذلك الأشياء اللي بتحبه فيه بتحب فيه على أنه شخص متويزين بيعرف كيف يعمل كتير أشياء ممكن بيعرف كيف يحب ويشتغل ذات الوقت ممكن هو ناجح ماديا ممكن حتى بتحس على أنه شخص جميل جوا الأشياء اللي ما بيحبه هو فيك ما بيحب فيك على أنه كل مرة بتدخل بشجارات معه بمشاكل معه هذا الإنسان مثلا بيشوف على أنه العلاقة بتكون سمنها العسال متفقين فيما ما في مشاكل شوي تصير العلاقة مثل هيك يعني بتصير فيه مشاكل وصراعات وليش أنت عملت وأنا ما بعمل يعني بتصير فيه مشاكل وتهور وبيحسك متهور بأوقات بحسك مثلا بتتخذ القرار ما بتفكر فيه بس لأنه حسيت أنه لازم يكون هذا القرار وعندك شوي من العند كذلك هيدا الدفول بتاعني الإنسان اللي فيه نوع من الكبر أوقات إذا أنت زعلت رجل عقرب بيطنش الشخص الآخر وبيعمل كأنه مش على باله ومش مهتم للطرف الآخر وبيصيبه يعني كأنه بتكبر عليه شوي هو بحس هذه الأشياء ما بحبه فيك على فكرة دائما ممكن أنت عندك مشكل كل مرة تتصلحه بتجيب له سيرة الماضي دائما بتجيب له المشاكل الماضية بتقول له ليش أنت يعني السنة اللي مضت عملت هذا المشكل وانا 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 أنه دائما بترجع للمشاكل الماضي وممكن الأشياء اللي بحبه فيك بحبه فيك على أنه ما بتنساه أبدا ودائما بتتذكره بكل وقت وعلاقتكن بالرغم من أنه في مشاكل دائما بتشوف الشيء الإيجابي بالعلاقة وبالشريك كدلك هذا الإنسان ينوي بس هذا الشخص بحبك هذا الإنسان ينوي أن يجدد العهود معك ويرجع لك حيث الإنسان بحبك بيطلع بك أزور أنه بيحبك بس في مشاكل ما مخلي العلاقة تنجح كذلك أنت بدك ترجع هذه العلاقة بدك صلحة ممكن تطلو السماح من هذا الطرف وعم شوف كذلك مستقبل العلاقة مستقبل العلاقة شوي يتطلب شوف استقبل العلاقة مرهون بشيء اسمه تغيير العلاقة الحالي إذا ما غيرتوا العلاقة بهذا الوقت الحالي ما رح تقدم له المستقبل وتصير جيدة لهيك ينصح الورق أنه شوي تكونوا سبتين تكونوا من كنوا تعجلين بأخذ القرارات أنت والشريك وكذلك لازم تشتغلوا على العلاقة وتحسنوا أكثر كمان هون بيقول لك الورق أنه لازم تعمل لاويزون لهذا العلاقة تاخد و تعطي مو بس تعطي بالعلاقة أو تاخد كتير لازم تاخد و تعطي وتتنازل عن أشي العلاقة بده تنازلات كتيرة وهذا الورق ينصحك بهذه الأمور عم شوفك دعلك في نجداب عاري جدا بينك وبينه بيقول لك أنه اسمح لقلبك أنه هذا الإنسان يخترقه و يستمتع بالأوقات عم شوفك دعلك في يعني في حوار مثلا على الواتساب على المسنجر يعني على عم شوفكم عم تحكوا مع بعض عم شوف كونت بيقول لك أنه لازم تحكي على الأشياء بتحس فيها للطرف الآخر احكي اللي بقلبك يعني ما تخبي ما تحاول تعمل هذا الكبر لأن العالية تحكي على أنه أنا لا ما فيني أحكي عن مشاعري للطرف الآخر أما بالنسبة ل قبل ما أدخل للناس لأزايب رح حاول أحكي عن الطاقة اللي عم تطلع عم شوف برج الجوزاء عم شوف كذلك برج الأساد وعم شوف حتى برج الميزين وبرج الحوت كذلك بس يعني بتطلع كل الطاقات من الطاقات ترعبية إلى طاقات مائية هوائية ونارية كذلك أما بالنسبة للعذاب عم شوف العذاب عم يتطلعوا على أشخاص حلوين عم يشوفوا أشخاص حلوين أو يحقوا مع أشخاص حلوين ممكن معجبين بشخاص اللو مكاني عالية ممكن يكون كذلك مشهور ومعجبين فيه بس بيضل إعجاب ما عم شوف في حركة أو في تقدم تقدم هذا الشخص إليكم أو تقدمكم أنتم لهذا الشخص كذلك عم شوف على أنه يعني قصتكم قاعدين بما كانكم ما عم شوف فيه يعني أحد يعني بحيتكم عم شوفكم شوي وقتين وقت بتفكروا بترمموا حيتكم ما عم شوف فيه تقدم ولا خطوة من شخص آخر ممكن مهتمين لكذا أمور ممكن مهتمين للوضع المادي عم شوف أنه مراضين على الوضع المادي بنسبة لبرج العقرب عزاب برج العقرب عم شوفكم بتفكروا بكذا أمور ممكن فيه معجبين انت معجب بشخص آخر بس ما عم شوف فيه علاقة هلا كالشي بيطلع لبرج العقرب بتمنى لكم كل الخير والمسرات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكوير ترجمة نانسي قنقر